بسيدي سليمان تم تدشين منصة الشباب للإقليم التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المرحلة الثالثة 2019-2023 والخاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وجرى تدشين هذه المنصة بحضور ممثل السلطات الإقليمية بسيدي سليمان وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وممثل السلطات المحلية والمجتمع المدني خلال هذه المنصة تم تفعيل محاور الثلاثة الأساسية التي تضمنها هذه البرنامج المحور المقاولة، المحور التشغيل، ومحور تحسين الدخل وهذه المنصة للشباب تم الإنجازها وتأهيلها بتكلفة مالية تجاوزة جوشة 1.900.000 ترهم موزعة ما بين التهيئة والتجهيز ولا يفوتني الذكر أن تصيرها خصوصا في المحور المقاولة تسلم للمركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية من خلال شراكة لنا مع الجهة الرباط للقناترا من خلالها نعمل مع مجموعة العمالات الأقلية والمقاولة مع عمالات إقليم سيد سليمان في إطار البرنامج الثالث من اليندهاش من خلالها نعمل على الأقصة للإنطرة بخنارية سوسيال وهو جوجة السوزاكس مهمين أو السوزاكس هي la pre-creation كيف نقدر أن نعمل مع الشباب سيد سليمان لديهم أفكار مشاريع أو لا يريد أن يفعلوا أفكار مشاريع أنهم يطوروا الأفكار ديالهم ويطوروا طريقة استفكير ديالهم باش يطوروا مشاريع اللي هي دورابل وإنوفانت السوزاكس الثاني هي la post-creation كيفاش ناس اللي عندهم مشاريع تفتحات قبل 12 شهر كيفاش يقدروا يطوروا ذلك المشاريع باش يقدروا يكبرهم أكتر وتاهوا معي عندهم واحدة تأطير اللي مناسب لفظ اللي هم فيهم إطلاق هذا المشروع المجتمعي أثارا في نفوس المستفيدين ارتياحا عارما لا سيما وأن توفر مدينة سيد سليمان على مثل هذه المنصة يسهم بشكل كبير في تمكين شباب المدينة من تحقيق تطلعاتهم وتحسين دخلهم وإدماجهم الاقتصادي جلت من السلطة الشباب زونا عجباتني وكانت من ألقائش فوسط شغل هنا وكانت من شكار السلطات المحلية في سيد سليمان ومنصة زونا وكانت من نور تكون هذه فرصة شغل زونا هنا في سيد سليمان جينا لمنصة اليوم لمنصة الشابة في سيد سليمان هي منصة زونا عجباتنا هي البخوميغفار اللي كان هنا في سيد سليمان وكانت من نستفيد ونخرج بذلطة المزيانين وتتكون هذه البنية من فضاءات للاستماع والتوجيه والأنشطة الموسيقيات وقاعة للعروض والمؤتمرات فضلا عن العديد من المرافق الأخرى التي سيستفيد منها شباب إقليم سيد سليمان والمتراوحة أعمارهم بين ثمانية عشر وخمسة وأربعين سنة